السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطلاب الصف السادس من مدرسة زهرة الأشرفية نبدأ الآن أعزائي بدرس المحفوظات قرأنا في المرة الماضية القصيدة الآن سنقوم بتحليلها وحل أسئلة القصيدة بالبداية تعرفنا على الشاعر وهو القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني قلنا أنه هو من العصر العباسي عاش في العصر العباسي وكان متولن لمنصب قاضي القضاء نأتي لتحليل القصيدة عزة النفس فماذا نعني بعزة النفس؟ هو الشعور بالعزة والاحترام من النفس ومن الآخرين أن نشعر أننا محترمين ومعززين من نفسنا ومن الآخرين طبعا العاطفة في الأبيات أعزائي هي كلها تتحدث عن حب الذات وعزة النفس وكره الذل هذه العاطفة في الأبيات نبتدأ بقراءة البيت وتحليله يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم أرى الناس ينظرون إلي ويلومونني أنني منعزل عن الناس عن الآخرين ولكنهم لم يروا رجلا قد ابتعد وامتنع عن مخالطة الناس وعن أي موضع يقوم على إذلاله ومهانته أرى الناس من داناه موهان عندهم إذن في البيت الأول الشاعر يرد على من يروا أنه إنسان منعزل عن الآخرين ويقول لهم أنه يبتعد عن أي موضع فيه إهانة لنفسه أرى الناس من داناه موهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم أرى أن الناس والآخرين من اقترب منهم صار هينا لا قيمة لها عندهم فأحيانا كثرة الاقتراب من الناس والتدخل الناس في حياتنا أو العكس يجعلنا غير مهمين لهؤلاء الآخرين إذن أرى أن الناس من اقترب منهم أصبح لديهم هينا هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم ومن كان متكرما أكرم نفسه وترفع عن مخالطة الناس كثيرا كان لديهم ما به رفيع القوم أي مكرما وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد صيانة مغنما ما زلت وسأبقى أميل بنفسي وأبتعد بنفسي أي بعرضي عن الذل وعن أي موقف فيه ذل وفيه إهانة وأنا أرى بأن هذا الميل هو فيه صون لنفسي وهو مكسب مغنم مكسب هو مكسب لي إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمان إذا رآني مجموعة من الناس وكنت عطشا وقالوا لي هذا منهل أي مورد عذب للشرب وكن أنت أول من يشرب من هذا الماء عندما نقول مكان لشرب الماء أي أن هناك العديد من الناس سيقفون لشرب الماء لذا فالشعر يقول قد أرى إنني قد أرى أن هذا منهل الماء وأستطيع أن أدخل وأشرب الماء بينهم لكن نفس الإنسان الحر تحتمل العطش في هذه المواقف تحتمل العطش أنت إن تزاحمت مع عدد من الناس يقفون في صف لشرب الماء تراهم يتزاحمون فوق بعضهم وهذا يشتم هذا وذاك يقوم بدغ ذاك فيصبح هناك إذلال لنفسك فالنفس الحرة تحتمل العطش أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدى فيما أو لما أترفع بنفسي وأبعدها عن ما لا يشينها أي ما لا يهينها ويحقرها خوفا من أقوال الأعداء أو أقوال الناس الآخرين في لماذا فعل ذلك أو فيما ابتعاده أو لماذا فعل ذلك وذلك وإلى آخره فيما نقول له القيل والقال هو يبتعد عن هذه الأمور يشينها أيهينها ويحقرها فأصبح يكمل فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفسي الكريم معظمة أنا إن ابتعدت أو أبعدت نفسي وترفعت بها عن كل ما يهينها ويحقرها سأصبح بعيدا أو حافظا لنفسي من عيب الإنسان اللئيم وأصبح أيضا في أي إنسان كريم في نفسه إنسان معظم محترم لدي وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذممة أيضا أعتذر مذممة أيضا أنا كيف أكرم نفسي وأعطيها عزة ذلك بأنني لا أضاحك إنسان عابس لا يعني أنا بما معناه سادس لا أذهب إلى إنسان عابس متجهم أنظر إليه وأضاحكه لأنه ربما لن يضحك وهذا الشيء سيقلل من عزة نفسي إني أضاحك إنسان ما بده يضحك أو ما بيضحك بتاتا تماما أنا بقلل من قيمة نفسي وأن أتلقى بالمديح مذممة أو إني أنا أمدح إنسان دائما للناس بالذمه يعني كيف كل الناس قاعدة بالذمه وأنت تمدحه هذا الشيء يقلل ماذا من عزة نفسك ينهي ببيته الأخير ويقول وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرمة كم من النعم العديدة كانت على الإنسان الحر عبارة عن نقمة عكس النعمة كانت عقاب وكم مكسب يعتده أن يراه الإنسان الحر مغرم أي خسارة الأفكار هنا اتعاد الشهر عن الناس وكل ما يشينه من البيت الأول إلى الثالث صاحب الخلق الرفيع يقدره لآخرون من البيت الرابع إلى السادس لا يضاحك العابس ولا يمدح المذموم عن البيت السابع ويجب على الحر أن لا يقبل عطايا لآم في البيت الثامن طبعا سادس حكينا نحفظ أول ثالث أبيات نحفظ اسم الشاعر كاملا بتنقلوا ما رأيتمه على الكتاب من أفكار ومن معانن على دفتركم العطفة معنى عزة النفس في الأعلى الآن نذهب لحل الأسئلة أنا وإياكم لدينا هنا معاني المفردات في الكتاب نحفظها نبتدأ استخرج من المعجب معنا كلنا الكلمات الآتية نقمة بمعنى عقوبة أُنزهها أُبعدها عن أو أترفع بها عن معظم أي محترم أو مبجل ما الفكرة الرئيسة في البيتين الخامس والسادس البيت الخامس والسادس يا سادس طوالي مع أنه الكتاب من العام البيت الخامس أُنزهه عن بعض ما لا يشينه مخافة أقوال لإذا فيما أو لما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظم البيت الخامس والسادس تتحدث عن صاحب الخلق الرفيع يقدره الناس حدد الأبيات التي عبر فيها الشعر عن المعاني هذه شروح من عنده عزة نفس فإنها تبعيده عن سوء الخلق ويكرمه الناس في البيت الثاني والسادس هذا المعنى تمنعني نفس حرة تصبر على العطش وغيره تلافيا للوقوع في مطامع الآخرين في البيت الرابع يتعجب الشاعر من اتهام الناس له بالعزلة مع أن ابتعاده لم يكن إلا عما يورث في نفسه الظل ألا وهو البيت الأول هات ضد كلنا الكلمات الآتية الحر بمعنى العبد ضدها العبد عابسا ضدها مضاحكا أو مبتسما والذل عكسها أو ضدها العزة السؤال الخامس أي بيت من الأبيات القصيدة أعجبك ولماذا هذا يعود لك عزيزي تنقل حل الأسئلة على دفترك وأيضا بمعاني الكلمات في الأبيات والعاطفة والأفكار على دفترك المعاني هكذا عزيزي قد انتهينا وأنهينا الوحدة الرابعة الحص القادم إن شاء الله سنأخذ الوحدة الخامسة معالم من بلادي سنقرأ الاستماع وتجيبونه أنتم ونتحدث عن موضوع التحدث من المطلوب ونقرأ درسنا الجديد على وهو عمان في الأربعينيات دمتم سالمين ألقاكم في الحص القادمة